اهلا بك في كايرو جاردن قناة الزراعة المنزلية لو بتحب الزراعة اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة هرد على سؤال مهم جدا جالي على القناة وحد بيسأل هو سؤال بصراحة لطيف يعني حد بيقول لي انا عندي بزور بس سؤال منطقي جدا يعني مفيش سؤال في الزراعة غريب فالسؤال بيقول انا عندي بزور من الفين واثنين وكل ما بزرعها مش بتنبت ليه بص هي البزور زيها زي اي حاجة زي اي نبات زي اي اكل ليه مدة صلاحية فمفيش بزرع ممكن تبقى عندك العمر كله ليها برضو حياة وليها مدة بعدها بتموت ده لمعظم البزور يعني التسعين في المية مثلا ممكن اكون غلط فيه مثلا عشرة في المية او حاجة بس انا اللي انا عرفه اي بزرع ليها مدة معينة تعيش فيها الافضل ان انت في خلال سنة او اتنين تلاتة بالكتير قوي تكون زارع لكن من الفين واثنين انت بتتكلم في مدة طويلة جدا فعامة خليها قاعدة عامة البزرع زراعها السنة اللي وراها السنة اللي وراها سنتين معك تلاتة بالكتير قوي اكتر من كده يعني الناس اللي هي بتقول من الفين واثنين السؤال ده سؤال مهم جدا لان كذا حد بيفتكر ان البزور فعلا ممكن تقعد معك العمر كله من تجربتي ماكسمم ماكسمم سنتين بص انا كده خلصت كلامي ليه المبتدئين تعال اقول لك بقى كلمة ليه الناس اللي هي يعني الطفل الطالب المتفوق بص بقى فيه ساعات ممكن البزور تقعد معك لسنين السنين يعني تقعد معك عشرين سنة او تلاتين سنة وفيه ناس كمان بتحتفظ بالبزور ليه مئات السنين بس ده ازاي ده بيبقى في هيوميديتي معينة وفي ظلمة وظروف معمولة يعني بالمسطرة دي مش هتقدر توفرها في بيتك فعشان كده للمبتدئين عمتا انا دي النصيحة اللي انا قلتها بس السر ان ينفع اه بس في الظروف معينة ما اعتقدش ان انت ولا انا هنعرف نوفرها للبزور دي ففي الحالة دي انا قلتلك خليك في النصيحة اللي انا قلتها لك ولو تسمع برضو في بنوك للبزور زي حديقة كيو جاردنز عندها كل انواع البزور وطبعا ده عشان يحافظوا عليها من الانكراد ما اعتقدش ان انت عايز تحافز على بزورك من الانكراد فالافضل تسمع نصيحة اللي انا قلتها في الاول لو عندك اسئلة تانية اكتبها على القناة وانا هحاول برضو رد على الاسئلة بالذات الاسئلة اللي هي ممكن تكون مهمة ومفيدة ليك ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وشارلي الفيديو وتابعني برضو على كايرو جاردن هتلاقيني على كل حاجة على تيك توك وانستجرام اشوفكم في الفيديو اللي جاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة